فالسؤال إذن إذا أراد الله أن يظهر نفسه في سورة إنسان فكيف يعلن هذا الظهور لو أن الله صار يعني اتخذ إنسان فكيف يجب أن يكون سؤال كيف يتواصل معنا لابد أن يسير مثلنا ويتواصل مباشرة بنا لو صار إنسانا لابد أن يملك صفات الله لابد أن يأتي بطريقة عادية لكن معجزية في نفس الوقت عادية عن طريق الولادة ومعجزية عن طريق الحبل بالروح القدس والميلاد العذراوي لابد أن يكون فريد ومتميز يكون كامل وبلا خطية بل يستطيع أن يعمل أعمال الله من معجزات خارقة ولابد أن يكون مؤثرا وله سلطان على كل شيء حتى على الأرواح الشريرة والطبيعة والموت والموت ولابد أن يعالج ويخلص الناس بل يشبع جوعها الروحي فالإنسان مخلوق على صورة الله الأدبية والروحية فالإنسان هو تاج الخليقة كان لابد أن يأتي كإنسان يأخذ طبيعتنا ويتحد بنا طبعا ما عد الخطية والطريقة التي يأتي إلينا حتى لا نستغرب ولا نرتعب ولا حتى ننفر منه أو من هذه الطريقة بالواقع إنها أنسب صورة يأتي للإنسان عن طريق التجسد ويتعامل مع إنسانيتنا ترجمة نانسي قنقر